ملابسات الهبة الأوروبية التي قدمت للبنان وملف النزوح السوري وكيفية مواجهته عناوين شكلت صلبة لقاءات وفد نواب التيار الوطني الحر الذي التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب الذي وبحسب معلومات الأوتيفي شدد أمام الوفد على أن كل الإرادة الإيجابية الموجودة غير كافية لإقفال هذا الملف وعودة النازحين إذا لم يتحسن الوضع في سوريا ولم يكن هناك إرادة جامعة في الحل موضوع الهبة المليار دولار اللي سمعنا عنا بهمنا كنا نستوضح شو شروطها ونرفض أي شرط بيتعلق بإبقاء النازحين السورية في لبنان هذا الموضوع وجوده مثل ما حكينا مرارا وتكرارا اللي عم بيتم على حدودنا بفلسطين من إبادة أو جينوسيد يلي هو تطهير عركة ما بيقل خطورة عن اللي عم بيتم بلبنان يلي هو بيبلي سيد يلي هو تطهير لشعب بأكمله واستبداله بشعب آخر نحن اللبنانية أظن من كل الطوايف ومن كل المناطق رافضين هذا الشيء ولازم نعلي صوتنا قدمة فينا ومنتوقع من الحكومة من الوزراء الموجودين بالحكومة يكونوا خضي فعل أمامه للشعب اللبناني معالي الوزير حطنا بالصورة عن شوية تفاصيل ولكن الصورة بعدما لنا واضحة لليوم وعم نكمل جولتنا لنجرب نستوضح عن هذا الموضوع اللقاء الأبرز كان مع سفيرة الاتحاد الأوروبي حيث أشارت معلومات الوتي في إلى أن الحديث كان صريحا وهي قد عبرت عن رغبة بتحقيق عودة النازحين نافية أي خطة أوروبية ببقائهم المصادر أشارت إلى أن الاجتماع شهد بحثا في القواسم المشتركة وكافية ترجمة هذا الأمر متحدثة عن تليين في الموقف الأوروبي الذي ما زال ينحو باتجاه تمويل النازحين غير الشرعيين على قاعدة إنسانية جنا نسأل على السفيرة تفاصيل أكثر عن هالمليار أورو ونحكي معها تنشوف كيف ممكن نقرب وجهات النظر بيننا وبين هالاتحاد الأوروبي نحن أكيد يعني لحكون إلنا موقف وكان فيه إيجابية بالتعاطي وهيدا هني بالنسبة لإلون أنه قدرين نحكي بها العودة أكيد يعني بعد عشين بلش المحادثات وإن شاء الله بتكمل بإيجابية وفي حراك التيار المستمر في مواجهة محاولات ابقاء النازحين في لبنان تقدم النائب جوج عطلة باسم تكاتل لبنان القوي باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى ترحيل النازحين السوريين غير الشرعيين المقيمين على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم نحن ما يسمى بهبة أو بمساعدة المليار دولار نحن بالنسبة لنا هي رشوة أو محاولة رشوة لابقاء النازحين لأربع سنين إضافية بشكل مرتاح وبموافقة الحكومة اللبنانية بغض النظر إذا كان النازحين حنقدر نشيلهم من لبنان قبل هذه الأربع سنين ولكن الغربة اليوم عم بيفكر بهذه الرشوة لأنه يبقى النازحين بموافقة الحكومة والسلطة اللبنانية أربع سنين إضافية بشكل يكلف الأجهزة الأمنية اللبنانية بأن تكون حرس حدود بحري باتجاه الغرب باتجاه أوروبا لحتى النازحين ما يروحوا لعندن هذا ويستكمل التيار جولاته حيث يلتقي في الأيام المقبلة كلا من رئيس المجلس النيابي الجمعة ورئيس حكومة تصريف الأعمال ناجي بن قاتي الخميس ترجمة نانسي قنقر